اشتركوا في القناة وذويه الى اللجوء الى العرافين والمشعوذين لفك تلك العقدة المرسومة والمترسخة في اذهانهم وهذا ما يدفعني للتساؤل لماذا يلجأ البشر للشعوذة جهز فنجان قهوة او شاي حسب الرغبة وخلينا نتكلم عن الشعوذة وقبلها اشترك في القناة وقم بتفعيل جرس التنبيهات اذا كانت تجربتك الاولى معاي انا فهد تميمي واما اصدقائي المتابعين الدائمين فما عليكم سوى مشاركة المحتوى مع من تحبون اذا عجبتكم الحلقة مرحبا بكم الفقرة التالية هي من تقرير منظمة حقوق الانسان العالمية التابعة للامم المتحدة في العديد من البلدان حول العالم ادت المعتقدات والممارسات المتعلقة بالسحر والشعوذة الى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بما في ذلك الضرب والاقصاء وقطع عضاء الجسم وبتر الاطراف والتعذيب والقتل والنساء والاطفال وكبار السن والاشخاص ذو العاقة ولسيما الاشخاص ذو المهق هم الاكثر عرضة لهذه المخاطر وعلى الرغم من خطورة انتهاكات حقوق الانسان هذه ما من رد صارم من الدولة عليها في الكثير من الاحيان وغالبا ما لا تعمل الانظمة القضائية على منع انتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بالسحر والشعوذة والمعتقدات ذات الصلة او التحقيق فيها او مقاضاتها وبالتالي يكرس هذا الفشل المؤسسي الافلات من العقاب تختلف المعتقدات والممارسات المتعلقة بالسحر والشعوذة اختلافا كبيرا بين الدول وحتى بين الاعراق المختلفة في البلد الواحد ولا يزال فهم الاعتقاد بالسحر والشعوذة محدودا تماما كما هي الحال بالنسبة الى اسباب ممارسته في بعض الثقافات ويشير المقرر الخاص المعني بحالات الاعدام خارج نطاق القضاء او باجراءات موجزة او تعسفا في تقرير في عام 2009 الى ان الانتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بسبب المعتقدات بالسحر لم تبرز على شاشات رصد حقوق الانسان وان هذا الامر قد يرجع في جانب منه الى صعوبة تعريف مصطلحي الساحرات والسحر في جميع الثقافات وهما مصطلحان قد يتضمنان الى جانب دلالتهما في الثقافة الشعبية مجموعة من الممارسات التقليدية او ممارسات العلاج الديني وليس من السهل تعريفهما ويظل الواقع قائما وراء كلمة سحر هذه الكلمة التي تشكل عنوانا مبهما وقابلا لاستغلال اذ يتعرض غالبا الافراد الذين لسبب ما يختلفون عن الاخرين او يتخوف الناس منهم او يكرهونهم لاستهداف باعمال عنف تعسفية يقوم بها العامة من الناس او ترعاها الحكومة او تتساهل معها هذا هو الكلام الرسمي فماذا عن الجانب التقليدي او الشعبي الشعوذة ممارسة محرمة بشكل رسمي في العديد من المجتمعات حول العالم ولكنها مباحة في الواقع حسب الفهم الايدلوجي لمجتمع ما انا هنا لا ابرر الفعل بقدر محاولة مني لتقريب الصورة الجميل لكن لماذا نلجأ للسحر والشعوذة يتوجه بعض الناس الى السحر والمشعوذين لعدة اسباب ابرزها ان الانسان يريد الهروب من البحث عن السبب العلمي المنطقي لما يعاني منه ويلجأ للظواهر الغيبية كما ان وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت ملاذا للترويج للمشعوذين بالدعاء انهم يملكون حلولا سحرية لما يعاني منه المضطرب نفسيا وهذا يصل بنا الى قلة الوعي عند البعض ايضا من الضروري ان نفهم ان غياب او انعدام ممارسي الصحة النفسية سبب رئيسي لابتعاد الناس عن الواقع واللجوء للعرافين والمشعوذين وفي بعض المجتمعات فان مجرد ذكر مصطلح الطبيب النفسي مدعاه لوصف الشخص بالجنون وقلة العقل مع ان من يمارس الطقوس الغريبة ويلجأ للسحر والشعوذة قد يعفى من اي التبعات اجتماعية وهذا نوع من انواع النفاق الاجتماعي شخصيا لست مع السحر والشعوذة ولا اشجع على ممارستها ولكن علينا ان نهيئ للناس الطرق السليمة للتخلص من الضغوطات النفسية وان نساهم في نشر الوعي والدعم النفسي للمحتاجين علينا ان نجفف منابع الجهل والافكار السطحية والتي هي بؤر الفساد التي تدفع الناس للجوء الى الشعوذة علينا ان لا نبتعد عن الدين ولا نترك الاخرين فريسة للأوهام علينا ان نتوقف عن دعم ونشر محتويات التنجيم والدجل والشعوذة ولو من باب التسلية وقتل الفراء وانت تشرب قهوتك في فنجانك تذكر ان الشعوذة والدجل والخرافات توجد لدى العقول الجامدة والقلوب الغافلة والانفس التي قهرها الوسواس ولم تؤمن بالقضاء والقدر والاخذ بالاسباب طابت اوقاتكم